احدث حلقة العنف في الصومالي بدأت يوم الاثنين الماضي بالاعلان عن تصعيد ما وصفته حركة الشباب المجاهدين المعارضة بالجهاد ضد الحكومة الصومالية حيث قام مسلح الحركة بمهاجمة مواقع قوات الحكومة وقوات الاتحاد الافريقي لحفظ السلام في وسط العاصمة مقديش وجنوبها حتى اذا جاء الثلاثاء شن مسلح الحركة ايضا هجوما على احد فنادق العاصمة ما اصفل عن مقتل عشرات الاشخاص من بينهم ستة من اعضاء البرلمان كانت عملية مدمرة ندين الذين قتلوا المدنيين والمسؤولين الحكوميين الذين نعلم انهم لا يملكون برنامجا محليا ولكنهم يريدون فرض اجندتهم على الصومال من خلال استخدام المجموعة الارهابية الدولية الشباب المسلحون توجهوا ايضا صوب قصر رئاسة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء لتقع مواجهات عنيفة مع قوات الحكومة ولا بعدها المسلحون الادبار عقب تداري قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي ليشهد صباح الاربعاء سقوط ضحايا جدد خلال معارك عنيفة في العاصمة ادت لاغلاق اجزاء كبيرة من المدينة بسبب القصف العنيف المتبادل بين كل من المسلحين والقوات الحكومية ليس هناك تغير كبير في الخريضة العسكرية لكن في الصباح الساعة الصباح الاولى حركة الشباب احرزت تقبع التقدم في بعض الجبهات لكن دخلت دبابات قوات الاتحاد الافريقي وعرباتها اليتر العسكرية الصقيلة في القتال الى جانب القوات الحكومية ولا تزال المعارك تراوح مكانك في كل من احياء هول وداغ وهوبا الهجمات الاخيرة لحركة شباب المجاهرين المسيطرة بالفعل على اجزاء كبيرة من العاصمة واجزاء اخرى من وسط الصومال وجنوبه تدل على تطور تقني في التنفيذ ياتي في ظل تكهنات سلبية بشأن حجم ما تلقاه الحكومة الانتقالية في الصومال من دعم سياسي وبشأن قدرة قواتها العززة بقوات الاتحاد الافريقي على الصمود في وجه شباب المجاهدين الذين لم يتوانوا عن تنفيذ ما هددوا بالقيام به من هجمات على اهداف صومالية واخرى افريقية داخل وخارج الصومال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة